اهلا بكم اعزائي اصدقاء ومتابعي قناة المحيط الاحمر اليوم سوف نتناول موضوع الجزء الثاني من موضوع الحششين الذي تابعه الملايين بشغف وقد اثار الكثير من الاعجاب والنقاشات حول الاحداث والشخصيات وقد تناولنا في الجزء الاول قصة الحششين وزعيمهم الحسن الصبح ووضحنا الصراع السياسي الثلاثي الذي اعقب انتهاء الخلافة الراشدة وحتى قبل انتهاء زمن علي بن ابي طالب قرم الله وجهة والذي افضى في النهاية الى خلافة اموية وعباسيون وعلويون يرون ان الخلافة ذهبت الى من لا يستحقها مما ادى في النهاية الى ان يتولى العباسيون الخلافة وبداية ظهور الشيعة مؤيد خلافة البي من ابناء علي بن ابي طالب قرم الله وجهة والسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي لتظهر الدعوة الشيعيت والانتصار لابناء علي واحقيتهم بالخلافة ومن كبار دعاة الشيعة وحق الفاطميين في الخلافة كان الحسن الصباح وفرقة الحششين دعونا نبدأ الجزء الثاني ولكم جزيل الشكر على حسن الاستماع والمتابعة وسوف تجدون ان شاء الله رابط حلقة الجزء الاول في وصف هذا الفيديو من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو الهرب من مصر الى ايران ظهرت جماعة الحششين في القرن الاول الهجري مؤيدة لاحقية ذرية علي بن ابي طالب بالخلافة وتميزوا بمواقفهم المتشددة والمتطرفة في العقيدة والسلوب حتى نجحوا في استكمال تأسيس دولة فاطمية شيعية في تونس ثم انتقلت فيما بعد الى مصر على يد جوهر الصقلي الذي اسس قاهرة المعز لدين الله الفاطي اقام الحسن بن الصباح بالقاهرة ثمانية عشر شهرا كاملا زمن الخليفة المستعلي كثرت فيها دسائس المستعلي واعوانه وخاصة قائد للجيش بدر الجمالي فاضطر الحسن الصباح الى مغادرة مصر وركب السفينة من الاسكندرية في شهر رجب سنة 472 هجري الموافق 1080 ميلاديت وبعد رحلة شقة كاد يغرق فيها عند شواطئ الشام وصل الى مدينة اصفهان في ذي الحجة سنة 473 هجرية الموافق 1081 ميلاديت ومنذ ذلك الوقت اخذ الحسن ابن الصباح يدعو لنزار اكبر اولاد الخليفة المستنصر الفاطمي الذي اخذت منه الخلافة لاخيه الاصغر الخليفة المستعلي بالله فشملت دعوته كمان وطبرستان دمغان وولايات اخرى من ايران لم يدخل في عدادها مدينة الري لانه كان يتجنبها اتقاء لشر الوزير نظام الملك التوصي الذي كان يخطط وينتظر اللحظة التي يتم فيها القبض على ابن الصباح كما دلت على ذلك اوامره التي اصدرها دولة الاسماعيلية بايران تنقل الصباح داخل ايران مستكشفا لها لمدة تسع سنوات ثم قرر نشر الدعوة منطلقا من اقليم الديلم كما كان يتفادى المدن في تنقلاته ودعوته ويفضل ان يتنقل عبر الصحاء حتى تستقر في منطقة دمغان وحولها الى قاعدة للدعوة الاسماعيلية النزاري يبعث منها الدعاة الى المناطق الجبلية لجذب الناس الى هذه الدعوة واستمر على ذلك لمدة ثلاث سنوات حتى اصبح خطرا داهما على الوجود السلجوقي في ايران وقد اتخذ الوزير نظام الملك قرارا باعتقال ابن الصباح لكنه تمكن من الهرب صوب قزوين قلعة الموت مركز الدعوة النزاري لم يكن كلهم ابن الصباح في تنقلاته نشر دعوته وكسب الانصار فحسب بل ايضا للعثور على مكان مناسب يحميه من مطاردات السلاجقة الدائمة ويتمكن من خلاله من المكان قاعدة مستقرة وامنة لنشر دعاته في ايران لذا تجنب الصباح المدن لانكشافها وسيطرة السلاجقة عليها وسرعان ما عثرا على بغيته التي وجدها في قلعة الموت المنيع وهذه القلعة كانت حصنا قديما فوق صخرة عالية في منطقة وعرة وسط الجبال على ارتفاع ستة الاف متر او يزيل وقد بنيت بطريقة شديدة الاحكام فليس لها الا طريق واحد فقط للوصول اليها مما يصعب على الغزاة الاقتحام هذه الطريق الوعرة والوصول الى القلعة ولم يعرف على وجه الدقة اول من بنى هذه القلعة ولكن الراجح ان من بناها هو احد ملوك الديل من القدماء واسماها اللوه اموت ومعناها عش النصر ثم جددها احد حكام المنطقة المحليين وكان علويا وبقيت في ايدي سلفه حتى استيلاء الاسماعيلية عليها بقيادة ابن الصباح في سبع ردب سنة اربعمائة وثلاث وثمانون هجريت الموافق اف وتسعون ميلادي نفوذ ابن الصباح يتمدد خارج قاعدة الموت ويصطدم بالسلاجقة ظل الحسن الصباح في هذه القلعة الحصينة بقية حياته فلم يخرج منها طوال خمس وثلاثون عاما حتى وفاته وكان معظم وقته يقضيه في القراءة والمطالعة والتخطيط لنشر المذهب الباطني الاسماعيلي النزاري ومراسلة الدعاة وتجهيز الخطط وكان همه الاول والدائم كسب الانصار والمؤيدين الجدود والسيطرة على القلاع والبقاع الجديدة التي تسهم في توسيع النفوذ الباطني في تلك النواحي لذلك استمر بارسال الدعاة الى القرى المحيطة في منطقة بربار شمال ايران داخل مناطق نفوذ دولة السلاجقة وللسيطرة على القلاع المحيطة فكان يستخدم طارة الخدع الدعائية وتارة بالاسليب الدموية والمجازر وحين تمكن الحسن الصباح من الاستيلاء على قلعة الانبس عن طريق هجمات ميليشياته عليها ما بين عامي اربعمائة وتسعة وثمانونه حتى اربعمائة وخمسة وتسعون الموافق الف وستة وتسعون حتى الف ومائة واثنان ميليشياته بقيادة قائده كيا بازر جنيد والتي دام حكمه لها عشرين عاما وقد كانت قلعة الانبسر قلعة استراتيجية مهمة وقائمة على صخرة مدورة تطل على منطقة شاهرون بوسط ايران تمكن من الاستيلاء على كفة منطقة بيروتبار في شمال ايران وفي سنة اربعمائة واربعة وثمانونه الموافق الف وواحد وتسعون ميليا بعث ابن الصباح دعاته الى منطقة قهستان الجبليت القريبة من قلعة الالاموت ومن ثم استطاع دعوة سكان تلك المنطقة عن طريق استغلال حالة التذمر التي كانوا عليها ضد حكم السلاجقة فصارت تابعة للاسماعيليين في المقابل لم يتحمل اهل منطقة ابهر القريبة هجمات الاسماعيلية فارسلوا استغاثة الى السلطان السلجوقي بيرك يارق ابن ملك شاه كانت السبب في ارساله فرقة عسكرية لمحاصرتها واستمر الحصار ثمانية اشهر وتمكن من الاستيلاء عليها سنة اربعمائة وتسع وثمانونه الموافق الف وستة وتسعون ميليا وقتل من كان بها من الاسماعيلية لذا كان وسيكون العداء مستحكما بين السلاجقة والاسماعيلية وقبل ان استرسل لابد وحتى يستقيم فهم الامور ان نلفت نظر مستمعين الكرام ان دولة السلاجقة وغيرها من الدويلات ظهر خلال العصر الثاني للدولة العباسية حيث كان الخلفاء العباسيون ضعفاء فيظهر اي قائد او امير في منطقة بالقرب من بغداد فيؤسس دولة مثل السلاجقة بل ويصل للامر ان يتمدد هذا القائد بنفوذه على الارض حتى يصل الى بغداد ويعيش مع الخليفة العباسي في بغداد ويتحكم في امور الخلافة الفترة الاهم في تاريخ مواجهة الباطنية الاسماعيلية دولة السلاجقة بعد بركياروق ابن ملك شاه وحتمية الصراع مع الحششين محمد ابن ملك شاه يتزاعم حرب ابن الصباح والباطنية الاسماعيلية من الجدير بالذكر حتى تستقيم الامور نؤكد دائما ان ظهور ابن اصباح والحششين كان مواكبا لنهاية عصر السلاجقة العظام ودخول دولة السلاجقة في حالة من الانقسام وخاصة بعد وفاة بركياروق ابن ملك شاه هكذا اعقب وفاة السلطان بركياروق انقسام شديد لسلطان الدولة السلجوقية بسبب مسألة التنازع على المل حيث اصبح كل جزء منها تابعا لوالي مستقل فالاجزاء الشرقية تخضع لحكم سنجر والاجزاء الشمالية تخضع لحكم اخيه محمد وبلاد الشام تحت سيطرة ابناء تتش واسيا الصغرى تحت حكم ابناء سليمان ابن قت المش وهكذا تفككت دولة السلاجقة عما كانت عليه في عهد السلاجقة العظام ونختص هنا بالحديث عن محمد ابن ملك شاه حاكم المنطقة الشمالية من دولة السلاجقة وتميز عصر محمد ابن ملك شاه بالتركيز على حرب الباطنية والاسماعيلية حيث شن عليهم السلطان محمد في عام خمسمائة هجرية هجمات مكنت من ابادة الكثير منهم وتعطيل نشاطهم وكان محمد ابن ملك شاه اول سلطان سلجوقي يخرج لحرب الباطنية بنفسه ويلاحظ في عهد السلطان محمد الاصرار على اقتلاع سموم الاسماعيلية والباطنية بشكل لم يسبقه له احد من سلطين السلاجقة الذين كانت الاولوية لديهم الحد من خطرهم فقط ومن ابرز انجازاته في حرب الاسماعيلية والباطنية تمكنه من اخذ قلعة اسبهان شاه ديس في عام خمسمائة هجري وكانت من اخطر مراكزهم ومن اكثرها فسادا واذية وقتل زعيمهم الكبير احمد بن عبد الملك بن عطاش بعد ان ملكها اثنتي عشرة سنة ثم قام بحصار قلعة الموت الحصينة المركز الرئيسي لحسن الصباح ومعناها عش النصر وذلك منذ عام خمسمائة وخمسة هجرية لمدة تزيد على ست سنوات بقيادة الامير انوشتكين شيركبر بعد ان استفحل بها فساد الباطنية الذين كانوا يقطعون الطريق وينهبون الاموال ويقتلون الناس ويفرضون الضرائب وقد نجح الامير انوشتكين شيركبر في اخذ عدة قلاع من الباطنية لكنه لم يكمل حصاره لقلعة الموت بعد ان كان الاستسلام قاب قوسين او ادنى وذلك بسبب وفاة السلطان محمد في عام خمسمائة واحد عشر هجريت واسرار الامراء والجند على الرحيل بعد سماعهم هذا النبأ وهكذا تبخر جهد حصار سنوات للقلعة فاسترجع الباطنيون انفاسهم وقويت شوكتهم من جديد ولم تكن حرب السلطان محمد لهذه الطائفة سهلة وبسيطة فقد واجه الكثير من الغدر والمؤامرات والمكائد والشائعات التي حاولت صرفه عن هدفه في اقتلاعهم مما يعكس درجة تغلغ للباطنيين ومكرهم واستفادت الباطنية كثيرا من وفاة السلطان محمد حيث استغل اتباع حسن الصباح الفرصة للنهوض والانتشار من جديد خاصة مع انشغال السلاجقة في الصراع الذي اعقب وفاة السلطان محمد بين ولده محمود وعمه سنجر وتمكن الباطنيون خلال الخمس عشرة سنة التي اعقبت وفاة السلطان محمد من تمديد نفوذهم الى بلاد الشام ومن الاستيلاء على بعض القلاع والحصون ومع ان محمود ورث والده السلطان محمد بشكل رسمي الا انه واقعيا كانت سيطرة البلاد ايلة بلا شك لعمه سنجر الذي كان واليا لخراسان الحششين عامل من عوامل القضاء على السلاجقة واضعاف العباسيين والصراع الكبير مع القوى السنية في زمانهم كان ظهور طائفة الحششين عاملا كبيرا من عوامل القضاء على السلاجقة واضعاف العباسيين فضلا عن خطرهم الداهم الذي استمر يصارع القوى السنية المحيطة بهم مثل الزنكيين والايوبيين والخوارزميين فضلا عن الغارات الكبيرة التي كانت تقوم بها هذه المجموعات على المناطق المحيطة والتي كان يسكنها على الاغلب السكان المسلمون السنة الحششين أدوات قتل وإرهاب واغتيالات ربما لا توجد جماعة في التاريخ مارسة الإرهاب واستخدمت الإرهاب في ترسيخ جذورها مثل طائفة الحششين وأجمعت مراجع التاريخ على دورها في صناعة الإرهاب في العالم مثل جماعة الحششين التي كانت المصدر اللغوي لكلمة الاغتيال فارتبط اسم تلك الجماعة بكل مفردات القتل والإرهاب وتحول رجالها إلى أسطورة على مدى القرون وتشير كتب تاريخية أنها ما زالت مستمرة لغاية اليوم حتى وإن تصور البعض أنها تهاوت وانقض أثرها بعد تخريب قلاعها التاريخية الغامضة خصوصا قلعة الموت التي كانت مقرا لقيادة زعيمهم حسن الصباح وتحولت بفعل الأعمال التي قام بها أعضاء تلك الجماعة إلى رمز للإرهاب والقتل والخوار فكيف ظهرت تلك الجماعة الرهيبة وكيف اكتسبت شهرتها التاريخية وما أشهر جرائم الحششين كانت القرون الوسطى مرتعا لأسطير مخيفة في الشرق والغرب على حد سواء وفي تلك الآونة ظهرت جماعات القتل والإرهاب الغامضة التي لا يزال بعضها عصيا على كشف جميع إصراره ومن أشهرها جماعة الحششين فقد ظهرت كطائفة سرية تبع الشيعة الإسماعيلية وامتد نفوذها بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر في مناطق العراق وإيران وأقامت القلاع في الشام ونفذت عملياتها وارتكبت عمليات اغتيال ضد الحكام والولاة والخلفاء بل واستطاعت قتل أحد أشهر ملوك القدس الصليبيين عمليات انتحارية يمكن القول إن الجماعة التي أجاد رجالها استخدام الخنجر لأنهم يفضلون قتل ضحاياهم في صمت والتخفي كالأشباح كانت أول من طور مفهوم العمليات الإرهابية الانتحارية ومن الغريب أن معظم ضحاياهم كانوا يتمتعون بحراسة مشددة وكانت فرص الفرار معدومة فعليا وبالتالي من يقدم على ارتكاب الجريمة كانت الجماعة تطلق عليه فدائيا ويدرك أنه لن يعود منها لكن عملية غسل الدماغ التي برع فيها الحششون باستخدام وسائل في غاية البرعة وأدوات التضليل كانت تقنع القاتل بأن تنفيذ جريمته هي الوسيلة الوحيدة لدخول الجنة أو بالأحرى العودة إليها جنة الحششين اتكر حسن أصباح خطة فريدة وأسلوب فريدا للسيطرة على أتباعه ولأن قطع وعد للناس بالجنة والسعادة الأبدية لم يعد كافيا قر خلق تلك الجنة على الأرض فعلا أنشأ جنته في واد جميل يقع بين جبلين شاهقين شيد داخلهما حدائق مليئة بفواكه لذيذة وقصور مزينة بالذهب والجواهر المسيفة وأنشأ قنوات مليئة بالعسل واللبن والخمر ووضع داخلها جواري فاتنات ومحترفات في العسف والغناء والرقص مدربين على أغاني الغزل والسعادة ولم يكن يسمح لهن بالخروج من تلك القصور كذلك اتكر الصباح هندسة ذكية للمكان لإخفاء تلك الجنة عن العيون فلا يمكن لأحد دخولها إلا عبر ممر سري وبدأ حسن الصباح اكتذاب الأطفال والفتيان خصوصا من القرى وضواحي المدن وكان يختار كمن رأفيه قابلية لأن يكون مجرما وقاتلا وراح يدربهم على السمع والطاعة العمياء والإيمان بكل ما يلقى أمامهم من خطب إلى جانب تعليمهم اللغات في قلاعهم الحصينة كلتينية والإغريقية والرومية والعربية كذلك لجأ الحششون إلى استخدام رموز سرية وقواعد خاصة بمراسلاتهم في حروبهم وتنظيماتهم وجعلوا أمر معرفتها مقتصرا عليهم وكانوا يشيرون بها إلى أسماء خصومهم وعندما يشتد ساعد هؤلاء الأطفال يدربونهم على الأسلحة المعروفة لا سيما الخناجر ويعلمونهم الاختفاء والسرية وأن يقتل الفدائي نفسه في النهاية قبل أن يبوح بكلمة من أسرارهم كما استخدم الصباح الحشيش والأفيون للسيطرة الكاملة على أتباعه وضمان طاعتهم العمياء لأوامره وإيمانهم بقدرته الكاملة على النفع والضرر لهم وخلال مجلس كان يعقده كل يوم للحديث عن مباهج الجنة كان يضع مخدرا في شراب الفتيان ليفقدوا وعيهم وحين يفيقون يجدون أنفسهم بكل حواسهم في الجنة وبكل التفاصيل التي ذكرها لهم معلمهم حسن الصباح فيتعلقون بذلك المكان ولا يتخيلون أنفسهم بعيدين عنه وبعد مرور بضعة أيام يتم تخديرهم ونقلهم إلى المكان نفسه الذي حملوا إليه أول مرة فيتحدثون أمام الحاضرين الجدد عما شاهدوه في الجنة من فضلك اشترك بالقناة دعما لها وفعل الجرز واعجاب وشير الفيديو